مما لا يخفى على أي بخلوق في هذا الوقت أننا نمر بعواصف من الابتداءات والمحن والقربات والمشاكل والأزمات والضغوط النفسية وفي مثل هذه الأوقات التي ينسى فيها كثير من الخلق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والإطمئنان به تعالوا لنريح القلوب لنروح عنها تعالوا إلى السكينة إلى الطمأنينة إلى الفرج إلى راحة البال إلى البشرة تعالوا لنتكلم عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى تعالوا لتطمئن قلوبنا بذكر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو اسمه القريب الله القريب ذكر اسم الله القريب لأول مرة في القرآن في سورة البقرة بين آيات الصيان قال ربنا تبارك وتعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب فَإِنِّي قَرِيب مِنَّا فَنُسِرُّ إِلَيْهِ بِالدُّعَاءِ وَالْكَلَامِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَوْلَهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحينما أردت التحقق من سندي هذا السبب الذي قيل أنه السبب نزول هذه الآية في كتاب الله تبارك وتعالى وجدت أن السبب ضعيف يعني إيه؟ يعني الآية دي ملهاش سبب صحيح معلوم في السنة يحكي عن سبب نزولها أو عن لماذا نزل طيب لما يكون السبب ضعيف وتيجي تفكر في الآية الثانية كده تلاقي معنى أجمل مع ضعف السبب يضيفه ضعف السبب إلى معنى الآية وهو أن الله تبارك وتعالى لم ينتظر من خلقه أن يسأله عنه ربنا ما انتظرش من الناس تروح تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قريب فننجيئا بعيد فنناديه لم ينتظر الله تبارك وتعالى بل تفضل هو بنفسه وأخبرنا قبل أن نسأل وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون